الفكر الإسرائيلي كان قبل الحرب كما ذكرت السلام مقابل السلام مع احتفاظ إسرائيل بالأرض مصر غيرت اللعبة أصبحت المقولة الأرض مقابل السلام لا شوفي يا مصر لم تغير اللعبة لأن بالنسبة لمصر مصر لم تقبل بمقولة الأرض مقابل السلام ولكن غيرتها على الأرض الواقع غيرت على الأرض وبدأت في الجلوس لم تقبل بكلمة الأرض مقابل السلام إسرائيل تقول الله عايزة تقوله إنما مصر ثابتة على موقفها وثابتة على مبدأها ولم تتزحزح عن هذا الموقف قيد قنمولها في أي لحظة من الحظة بالحديث بقى عن وصيخة كيم ديفيد ومات لها من معاهدة السلام هنا يعني عايزة أستذكر خطة الخداع الاستراتيجي التي كانت على أرض القتال وخطة خداع استراتيجي أخرى تم استخدامها يعني دي كانت سبب من أسباب النصر لا نريد أن نخفل يعني ما قولت جولدا مئير لقد خدعنا المصريون حينما قالت ذلك للأمريكان وأيضا هذا الأمر أقر به هنري كيسنجر في مذكراته هناما قال أيضا خطة الخداع الاستراتيجي المصرية هنري كيسنجر في مذكراته قال أنه كان هو نفسه ورقة وظفتها مصر في خطة الخداع بالمقابلة التاريخية بينه وبين وزير الخارجية المصري محمد حسن الزياد ده كان يوم 6 أكتوبر 73 كنوع من أنواع التموية يعني أنا أرسلت لي كوزير الخارجية ويجري مباحثات عادية ثم قمت بالحرب هذه الخطة كيف كانت على مئدة التفاوض؟ يعني شوفي الخداع في الحرب أمر مشروع أعتقد أنه فيه مقولة للرسول عليه الصلاة والسلام يقوله حرب خدعة وإحنا منذ البداية كان غرضنا التمويه يعني شوفي برضو قرني يعني فيه مقولة في العسكرية بتقولك أن الحرب ناتجتها تحسم قبل أن تطأ أقدام الجنود ساحة المعركة بالتجهيز يعني بالتجهيز والتسليح والإعداد والروح المعنوية والخداع كل هذا شوفي الفرق بين اللي حصل في سنة 67 لما القوات مشى في الشارع والناس عمالة تهلل لها وحنحارب وإلى أخير وبين الخداع في حرب 73 ما فيش أي مظهر من مظاهر أن إحنا هنحارب إلى ضرية حتى استفزت الشعب حياتك عصرت هذه الفترة؟ أنا عصرت هذا كلام وكان عندك هذا الشعور؟ قلتلك أنا موليد 48 يعني في هذا كلام كنت وعيد كنت طالب في الجامعة مش مثلا طفل صغير ولا لا كنت طالب في الجامعة كنت متخالد ممكن تقوم الحرب يعني بقولك إحنا يعني إلى درجة إن قامت مظاهرات يعني كان في خطاب شهير لرئيس السادات يقولك إن إحنا يا جماعة أصبر وإحنا كنا عايزين نحارب السنة دي وبعدين حصل ضباب يوم ما وكنا فمقدرناش نعمل الهجوب يعني كل ده يعني في الناس في هذا الوقت وكان السادات الحقيقة كان فيه ناس كتير يعني ما بتحبوهش وكانت بتأخذ هذه الكلمات كيعني تنظر وسخرية ولكنه كان ده في إطار عملية إنهاء تواجد الخبراء السوفيت يعني النهاردة أنت جايب ناس من الاتحاد السوفيتي خبراء عسكريين عشان يدعموا مجهودك الحربي وبعدين تروح إيه ما ماشياه هل حد يتصور إن في هذه الظروف ما ماشيهم ححرب يعني كل ده الحقيقة كانت الإعلام يعني الإعلام الحقيقة لعب دور في يعني في غاية يعني الواحد لا يسعو يعني الواحد بنذكر أبطال الحرب والقادة العسكريين لا يسعنا برضو إلا أن نسخر المرحوم دكتور عبدالقادر حاتم اللي كان برضو يعني مسؤول عن الإعلام في هذه المرحلة يعني كل ده الحقيقة يعني شوفي في لحظة التحدي بتطلع في الإنسان أحسن ما فيه يعني الارتخاء والبتاع ده بيجوه الإنسان ولكن التحدي والمواجهة بتطلع أحسن ما فيه أكيد أكيد